موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم مشاهدي الوطنية الثانية الأحباء ومتابعي برنامج الدين يسر الأعزاء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد الذي يجمعنا بكم وأجمعكم بنا على الوطنية الثانية إثر صلاة الجمعة لطرح أسئلتكم وطلب الأجوبة التي تبحثون عنها في المسائل الفقهية التي تعن لكم في معاملاتكم أو في عباداتكم أو غيرها من الأمور التي تحتجون فيها إلى معرفة رأي الشرع وحكمه في المسألة يمكنكم طرح هذه الأسئلة طبعا على الرقم الموضوع على ذمتكم وهو 93-438-038 هذا الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة يمكنكم اعتماده سواء كان من أرض الجمهورية التونسية الحبيبة أو من خارجها يتقدمه 00-216 مفتاح تونس من الخارج الرقم هو 93-438-038 يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وأغلب الحلقات الماضيات على موقع الوطني 2 نورو بلاي أو على موقع اليوتيوب فقد تكتبون بالأحرف العربية برنامج الدين يسر تجدون بحول الله تعالى باقة من الحلقات الماضيات يمكن الرجوع إليها للتثبت من بعض الأسئلة أو لمعرفة بعض الأجوبة التي لم تتمكنوا من مشاهدتها مباشرة على بركة الله تعالى وربحا للوقت نمر لسؤال أخونا بن مسعود من جاب السلام عليكم أخونا بن مسعود أهلا وسهلا مرحبا بيك أخوي وبيك سيد برهما عايشك أربي بارك لك الله يبارك فيك تفضل سيد أشنو السؤالك سيد بن مسعود بنت ولدي تحريري في فرنسا في المكتب أبوها و أمها يخدموا يوصلها متمنى من نجم أرغاها كنسبة على كل بالنسبة للفطور تفطر في المدسة في فرنسا هذا يعطوهم جدو الأسبوع متاع الأوكولات في نص نهار بالنسبة للخنزير تنجم أما تم وجبات فيها الحم متاع الحيوان المطرور الحم مفروم موجود أي معنى لم يذكر عليه اسم الله الحم هذايا الحم خنزير والحم أبطار ولا أغنام لا الحم الظالم لكن الحم مفروم في بعض الوجبات مش مذبوح حاتب الشرع بقى سي بن مسعود إذا كان اللحم هذا مذبوح ولكن ما مش مسمين عليه تنجم تاكل إذا كان اللحم هذا مخنوق ولا مضروب بالرصاص ولا مسعوق بالصاحة الكهربائية وميت باها هذيك ما عاشنا يناكلوا منه نولوا وقتها يعني بوها وامها يطلبوا بكل لطف من المدرسة غادي وهم ناس على كل حال أغلبهم يحترموا لخصوصيات الناس يقولهم يا أخي أحنا بنتنا رهي مسلمة وما تكلش لحم الخنزير وما تكلش الأشياء المش مذبوحة على الطريقة الإسلامية مهيش حالات فلهذا تولي وقتها ما هي تعملها أكلة أو لمجة من البيت تقيموا بها صلبها حتى تجي بوها وامها وإلا هما يعوضوا لها بإحدى الأكلات الأخرية بالنسبة الطعام أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب يحلوا لكم وطعامكم حلوا لهم طعامهم ما معنى طعامهم يعني ذا بائح يعني رسول السلام قالوا له هذا القوم يعني حديثوا عهد بشرك ويأتون النابل لحم لا ندرك هل سموا عليه أم لم يسموا قال سموا أنتم وكلوا قالوا الأرى ويجينا الحم مذبوح صحيح ولكنهم حديثوا عهد بشرك منزلوا كيف دخلوا الإسلام ومش عارفين هل ترى سموا قالوا بسم الله الله أكبر وقت اللي جاء وياذبخ ولم سموهش فقال سموا أنتم وكلوا وقت اللي جاء بشاكل يقول بسم الله بقي شنون ما نكلوش من أهل الكتاب أهل الكتاب هم اليهود والنصارى أكلتهم تأكل ذبائحهم تأكل طبعا ما يكون شو مسمي عليها الصليب ولا مسمي عليها كذا أو شي لا لأنها أهل لغير الله به فهذا لا يأكل أما وقتش يكون محرب وقت يكون مات مثلا بإطلاق الرصاص يجيبوا مثلا بقرة كبيرة أو شي يطلقوا عليهم الرصاص فهذه لا تأكل أو بالسعق الكهربائية يعني يجيبوا يخضون بالكهرباء يقتلوه إذا كان السعق الكهربائية هذه مجرد فقط للتخدير جائس المهم يكون ثم ذبح أحيانا زادة إذا كان يكون بالخنق يكون مجموعة متاع الجاج ويتعدوا على آلة تخنق أو يعني مجرد كونها يعني تقطع رقبتهم وليس بالذبح وإنما بالالتواء يصير كونها التواء يلول الرقب المتاحة فتموت هذا يكونوا يعتبر خنق ولا يأكله المسلم المخنقة والموقوذة هذه كلها لا تأكل أنهي اللي ينكلوها ويكونوا هما ذبحينها يكون فيها يعني قطع للودجين والحقوم المري الودجين هم العلقين الكبار اللي فيهم الدم والشرايين الزوز هذوكم إذا كان قطعوا مهم منه قطعوهم بسكينة قطعوهم بآلة أحيانا هما غادي عندهم يعني المذابة حمتعهم لبتوار الكبار يحطوا عندهم كيف الآلة هكذا كيف ما كنت النجارة تقطع تعدى عليها يكون هذا الضأن أو كذا موجودة مجموعة من الشيات تعدى ويتقطع هذه جئس المهم كون تم أنهر الدم وتم قطع الودجين الحلقوم والمري مجرى النفس ومجرى الطعام والودجين على خلاف بين الفقهاء أهل المهجر هذو لهم فقه خاص يسمى فقه الأقليات أو فقه المهجر الأشياء اللي أنت تشوفها عندك سهلة لأنها تمشي للجزار تجيب الحم وانت مرتاح غاديهم وعندهم إشكالياتهم الخاصة بهم ولي تطلب منه كونه نفتولهم بالأيسر ونفتولهم بالأخف يحتاجوا إلى تيسير هو يقول لك الزوجة وزوجها يخدم وهم الاثنين عربوا الاثنين مسلمين الاثنين توانس ويمشوا يخلوا بنتهم في المدرسة هذه أو الحظان أو كذا يقدموا لهم كل يوم مفتول وهناك وجبات قالوا هذه وجبة في ألحم الخزير هذه بارك الله فيهم على الأقل لهم يعلموا يحترموا إنسان على دينه يحترموه يعني هناك أحد التلاميذ قال أنا مسلم وأريد أن أصلي فخصص له يعني أحيانا يلقى ناس متفاهمة خصص له قاعة يخرجوها ولم يتنمر منه أحد ولم يسخر منه أحد قالوا نحترموه على دينه هو مسلم تقول لنا يا أخير ونحن مسلمين ورانا لحم الخزير من أكلوشي وما ذبح على غير الطريقة الإسلامية من أكلوش نقول كل المذبوع المصعوق بتصعق الكهربائية من أكلوش اللي مات صبرا يعني بضرب أو شيء من أكلوش الذي مات خنقا أو بالتواء الرقب أو شيء من أكلوشي الذي مات يعني رميا بالرصاص من أكلوشي هذا كله يشرحه لهم فما زاد على ذلك يؤكل إذا كان هم ذبحين ويقول لك يا أخي فأتنجب تبشي أنت حتى وتشوف إذا قال لك يا أخي أحنا يعني نذب لكن ما نسموش أحنا ما نقولوش باسم الله هي وقت جي تاكد تقول باسم الله ولا مانع من ذلك إذا كان اليهودي والنصراني ذبح فالمسلم يأكل طعامه وطعام الذين أوتلوا بكتابة حلوا لكم والطعام المقصود بيه هو الذبأح طبعا ما هوش بشتزل آية في الخضروات وفي الأشياء نستقبل مكالماتي في أخرى من أخونا جمال من المكناسي السلام عليكم سي جمال عليكم السلام أعيش يا رحمة لك أهلا وسهلا مرحبا بيك يا أخي أعيش يا الله يسلم سخي أعيش تفضل سي جمال شون سؤال أوليد مريضة عنده أعاقد هنا ربي يشفيه إن شاء الله إن شاء الله ويضرب أخوان يضرب أخوان كل مرة يضرب واحد ما يختارس ما يختارس هشكون يضرب أما كل مرة يشفيه أنا بطلت بالخدمة على الجيل هو الخطر نمشي ومشي في الزين معي الخدمة ومشي فيه كل نهار يشفي عليه بأدو المسافة بايدة 150 كيلوات كل نهار مشي 150 رجوع يشفي وليس بطلت قاطب بحذاء ونابي جمع بحذاء جمال أنتي بطلت من الغاء عمل بتاعك بيش تتفرغ لابنك هذالي عنده عقبة ذهنية ربي يشفيه أي إن شاء الله والجامعة الثمينية مدينة مدينة وستة متر الجامعة يبعد عليك ستة متر بليس ونمشي يعمل مش لهو مع أخواه ولا يضرب أم ولا كده وليت معناها باش نصلي ساعة نتكر باب عليه باش نجل نمشي يبقي عائز حتى نجيه ولا يطب بالصح ولا حاجة ما كونيت معناها ما حاجة نجم نمشي كيف رأيك أنت في الحديث أنت السؤالك سي جمال حسب أفهمت من الكلام خدق الصوت موش واضح أنت الجامعة قريب ليك ستة متر معنا أنت تجعر المسجد وتسئل يالترى أنت وقت لتخرج من البيت هو يضرب أم ويضرب أخت هو الوحيد أنت اللي تنجم يعني تتحكم فيه نجم تتعامل معاه تسئل هترا كيف تصلي في البيت وتسكر عليه غرفة وتصلي أنت في البيت جائز أم لازم تصلي في المسجد هذا سؤالك هذاك هو وإنك كيف تصلي في المسجد يعني هو ليس له من رادع إلا أنت معنا مثلا ماش حد يكون يلهبي يصلي في البهام جامعة حوله لقوة تلب الله سي جمال ربي صبرك إن شاء الله وهذا من الإبتلاء يا أخي أنت معذور أنت معذور يعني لأن صلاة الجماعة هي عند الملكية سنة مؤكدة مهم أن تؤدي الصلاة في وقتها وحتى الحديث الذي يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هو حديث تحيح رواه الحاكم ورواه البيهقي ورواه الترميذ والمهم ولكن هذا حديث ضعيف ضعفه الإمام الألباني في يعني رواء الغليل وفي ضعيفه في جامع الجامع الصغير وفي كذلك ضعف هذا الحديث ضعيف بل ذكره حتى ابن الجوزي في الموضوعات هذا حديث يعني لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وكان المعنى شو معنى المعنى كون سنك يكون جار المسجد ما معنى جار المسجد مسجد لاسقة تقولك ستة متر معنى بحث ذلك الجامع ما يجيش وخلي الجامع ويصلي في الدار علميش لأن الأصل كونه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ الفرد ب 27 درجة وفي رواية ب 26 درجة لحال المهمة الإنسان إذا كان هناك عذر كما تقول رسول الله سلم قال جاه أعمى قال يا رسول الله يعني لا أجد من يقودني وأنا كفيف كما ترى هل أصلي في البيت قال هل تسمع النداء قال تسمع لذان ولا قال نسمع لذان قال أجب لا أجد لك رخصة قال هل لي من رخصة فماش رخصة نصلي في الدار قالوا لا عليش لنداك تسمع النداء والنداء شو معنى معنى لذان وقبل ما كانش ثم لم يضخمات صوت ولا يعني ما ثماش ما دام يسمع لذان ما دام قريب من الجامعة قالوا ولا أجد من يقودني قال لسي سروحك وصلي في الجامعة ما تتركش صلاة الجماعة لفضلها وبعض قالوا يترك صلاة الجماعة هذا منافق ولكن والحال ما ذكر سي جمال ولا يعلم الشوق إلا من يكبده ولا الصبابة إلا من يعنيه فمعاناة من لهم يعني إعقاد ذهنية أو ما هم أمراض عصبية أو شيء ويعني صراع حقيقي يومي لماذا ليؤدي هو الصلاة فيقول أنا أتركه وتصير يعني يعني يضرب أمه ويضرب أخواته وكذا يقول هو قطعت حتى على عملي لأجل أن أتفرغ لابني فهل أصلي الصلاوات الخمس في البيت صلي ما استطعت في البيت وما استطعت سدد وقارب راوحه يعني سدد وقارب مرات يعني كيف يكون هديه ربي ويهدي ربي سره أصلي في الجامعة المرات اللي يكون هو في حالة هيجان أو في حالة تشنج أو في حالة غضب شديد أو في حالة أزمة وكذا صلي في الدار وهكذا الجمعة صليها في الجامعة هذه كما فيهاش ولو يعني ولو تمشي في اللخ ولو تقلط على الدعاء والركعتين المهم صلي الجمعة في الجامعة مدام الجامعة بحثيك وإن شاء الله ربي سبحانه تعالى يؤجرك على هذا الابتلاء ويشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فالأمثل يبتل الرجل بقدر دينه وإذا كان في دينه صلابة زيد في البلاء هذا بلاء عظيم وهذا يعني رسالة لابد نواجهها للمؤسسات أن تكون هناك يعني دور لرعاية أصحاب هذه الإعقات أو أصحاب هذه الأمراض لأن الأولياء أنفسهم يعجزون يعجزون يعني لتوفير أفضية وفضاءات خاصة بهم يعني تسليهم وتعالجهم علاج حركي وعلاج وظيفي وتقويم نطق ويعني علاج عصبي وعلاج نفسي وهذا يحتاج إلى جهد جهيد في البلدان الأخرى يعني يكون لهم مراكز رعاية ومراكز عناية لهم ولوالديهم لأن ولوالديهم هم في كرب عظيم وفي مشقة وأنتم سمعتوا يعني أخونا كيفاش يحكي قالك يعني لا أستطيع يعني حتى مجرد نولق البيت تصير كارثة فهذا ليست فرض هي صالة الجماعة وإحنا قلناها حتى وقت لغزيجات الكورونا وقالوا الناس كيفاش مش صلوا في الدار قلنا صلوا في الدار لأن صالة الجماعة هي بعضهم قال فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البقين وهي شعيرة صحيح وزجار المسجد يصلي في المسجد ولكن إذا كان يعني حبسه عذر من الأعذار يصلي في بيت يعني هذا ما أجيب به نستقبل مكالماتي في أخرى من أختنا نعيمة من قبس سلام عليكم أختنا نعيمة وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا مرحبا بيك أهلا الله يخليك ودريك بيك شكرا فضل أختناعيمة شنو سؤالي والله سؤالي أنا كنسها ربي منوط عنا ولا دوني للحج معنا ويختي ما كدوش بالكوبيت إن شاء الله عندك أجر الحاجة إن شاء الله وإن شاء الله سنة تحجه أختناعيم إن شاء الله إن شاء الله وعندي فليسات ملمدته أي كل مرة يواحد يتسلف منهم وكيف يتسلف ومش يرجعون لي فيه ساعة معنا يبقى ثلاثة أربعة شهور خمسة وكيف يش نخرج الزكاة معنا هم جمدين معنا ليش نخدم فيهم لحتى شي نعم وكيف يش نخرج عليهم الزكاة معنا نخرج حتى اللي اللي محتوثين في اللي بري ولا حتى اللي عند الناس نخرج عليه به وختي نعيمة سؤال كونك أنت عندك فليسات لمتهم للحج إن شاء الله ربك أتب لك الحج وإن شاء الله سناع تحج وإنت كنت وليت عمنا بشمش للحج وخرج أسمك الآخر أنت تسأل تقول الفلوس هذوما كل مرة يطلب منك حد إسلاف أنت توسع على الناس ثلاثة أربعة شهور ورجعهم هل ترى تخرج زكاة عليهم هما وتخرج زكاة على الفلوس لك الديون اللي عند الناس سمحني والفهم اللي عنده ثلاثة سنين وما رجعش نحول اللي قوت اللي بالله هاي شوفوا أختنا نعيمة الفلوسات هذوما بلغوا النصاب ولا نصاب رأى 13 مليون 818 دينا هذوما 13 مليون 8100 موجود بح 818 ما دام ما بلغوا النصاب حال عليهم الحول يعني دار عليهم عام عرب كما نقول احنا من محرم المحر من صفر لصفر من ربيع لول من رمضان من رمضان مثال حال عليهم الحول أختناعيم دار عليهم العام دار عليهم دار عليهم العام تخرج عليهم 2.5% يعني ربع العشر انتي لهم مع 20 مليون تشدك 20 مليون تقسميهم على 10 تلقي زوزملاين زوزملاين هذوكم تقسميهم على 4 باش تلقي 500 دينا يعني ربع العشر ربع العشر على كل 20 مليون تخرجي 500 دينا ربع العشر 2.5% هذا شنو تعمل لأختنا نعيمة وبالنسبة للدين زكاة الدين يعني هو على أنواع وهذا حقيقة أنه والله عيب يعني أشياء ناس يعني هي كما قالت المال لا تستثمره ولا كذا هو رسول صلى الله عليه وسلم اشترط في الزكاة هي مشروطة كون تكون في المال النامي قال ثمروا في مال يتيم حتى لا تأكلوا الزكاة يعني ثمروا فيه يعني استثمروا فيه وخدموه وشغلوه بشي دخل الفلوس المال النامي لأن هذا كان المال إنسان متدخر لحاجة بعض الأهل العلم قالوا ما فيش زكاة ولكن القول الراجح والذي يامله إليه حقا كونه يخرج قالوا كان اللم في فلوس على أنواع هناك دين عند إنسان يعني عنده ملاء ما معنى ملاء يعني عنده الفلوس باذل عنده يعني هي أخذها منها ثلاثة ملايين لكن عارف وقت لتحب تمشي تأخذهم تأخذهم منه ومقر به ومعترف قل هي هي عندي الفلساتك عندي الله يبارك تفضل هذا تخرج عليه زكاة وهناك الدين عند إنسان المقر والمعترف به يقول صحيح أنا أخذي ثلاثة ملايين يا حاج وصحيح أرى فلوسك عندي ولكن والله توم ما عنديش أقرب فرصة أنا مش نعطيك هدايا مقر ومعترف به وهناك الجاحد الجاحد يقول يا أخي ما عندي اطنيش اهديك ربي ومش كذا إذا تدينتوا بيدين إلا جه المسمى فاكتبوه الآية اللي هنا قاد فاكتبوه أمر يفيد الندب مندوب كون إنسان يكتب يعني للتوثيق إذا كان عند الجاحد هذا لا يخرج عليه زكاة إذا كان هذا عند شخص الباذل له هذا يخرج عليه الزكاة ما أنا يحسبهم يجي يقول أنا إنسان يعني عندي فلوسي كذا نحسب معهم الدين ولا لا في تخرج زكاة يحسب معهم الدين إذا كان هذا الدين عند الباذل والقادر وغير الجاحد هذا يخرج عليه من الزكاة إذا كان هذا الدين عند الجاحد ما يخرج عليهم زكاة بعد تالي هداه ربي قال يا أخي ما يخلص الدين اللي عليه ما يخلص الدين اللي عليه يخرج عليه زكاة حسب يقول الملكية لعام واحد يوم قبضه نهارت ليقبضه يخرج عليه على عام واحد إذا كان هذا الدين معترف به وصاحبه يعني ما خرج عليه الأعوام هذا من كل يخرج عليه زكاة لكل الأعوام تفهم فيه أختي نعيمة نسمع فيك نسمع فيك خويا نسمع فيك يعني هذا هو أنت للناس اللي عارف عليهم دين وكي تطلبهم منه يرجعوه هذا تحس به وتخرج عليه زكاة إذن الأشخاص اللي عارفة كونهما همش مش يرجعوا ولا قدر الله يعني ما يكنوش في المستوى هذوم ما تخرجيش عليهم الزكاة لإذا كان شخص هذا بعد مدة جاب الدين هذا تخرج عليه زكاة عام واحد يوم قبضيه علش لأنه كان جاحد لدين هذين نهارة اللي جاء بالفلسات هذوكم رجاحهم تخرج عليهم زكاة تعام واحد برك نهارة اللي تقبضيهما غير ما تستني كونك تستقبلي به حول كامل حول كامل يعني عام عرب وأنما للنسان إذا كان عنده فلسات مدخرهم للحج أو شيء يخرج عليهم الزكاة إن شاء الله وربي يزيد في مالك ونية المرء أبلغ من عملي وأنما الأعمال بالنيات وأنما لكل إمر منواء فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته لمرأة ينكيحها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمر منواء من طلب الشهادة بصدق نزله الله وأنزله الله منازل الشهداء وأن مات على فراش الإنسان عندما ينوي كونه بشي حج وجاءت للعوائق هذه متع انتشار فيروس كوفيد 19 ويعني الحال يعني حوائل دون أداة فريط الحج هذا العام العام الذي يليه الذي سبقه فهذا بإذن الله رأو يكتب له أجر الحاج نية المرء أبلغ من عملي نوايا الصادقة التي لم تتحقق يعني عنده أجر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهما هناك أقوام ما نزلتم واديا ولا يعني مشيتم مسيرا إلا وهم معكم قالوا هم في المدينة يا رسول الله قالوا هم في المدينة وعندهم أجر نحن اللي خرجين نجاهدوا قالوا هم في المدينة حبسهم العذر حبسهم العذر يعني حالة دون الخيراتهم معكم في الجهاد العذر ولكن هذا العذر مرض كذا سبب عند والديه لاهي بهم فممشيش يغزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال ما نزلتم وادئا أي خطوة تمشو هرام هم موجودين معاكم قالوا رام في المدينة يا رسول الله مخرجوش معنا قال عندهم نفس الأجر سواء بسواء علاش لأن الإنسان يؤجر على نيته الصادقة والخالصة هذاك علاش أخنا نعيمة بارك الله فيك على نيتك الصادقة هذية و بارك الله فيك زاد على بذلت هذا المال و وسعت على الناس ولذلك الناس يجب أن يكون في المستوى و يرجع هذا المال لأصحابه لأن أطول آية في القرآن تتحدث عن الدين في سورة البقرة و يعني الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين و الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى حتى في الصلاة على الجنازة يقول صلوا على صاحبكم إذا كان وجد عليه دين يقول صلوا أنتم عليها أنا ما صليش عليها عليش أنا عليه دين فلابد الإنسان كونه لا يماطل لا يماطل في سداد الدين يسرع من الأمور التي يستحب فيها العجلة يعني سداد الدين الصلاة على وقتها التجهيز وتغسيل وتكفين الميت وتزويج البنت إذا جاء من يخطبها هذا بين أمور التي قاءت العرب يستحب فيها العجلة دائما يقولوا تأني السلامة وفي العجلة الندامة باستثناء هذه الأشياء الأربعة نستقبل مكالمتي في أخرى من خونة معزم الكاف السلام عليكم سيموعز أهلا وسهلا بك أخوة مرحبا بك الله يبارك فيك الحمد لله سيد فاضل سيموعز شنو سؤال أعود للسؤال سيموعز ما سمعتكش والدغط يتوفى عمره أربع سنين ونصف الله يرحمه وإن شاء الله ورب يصبركم أمه ديما تمشي تزور فيه تزور فيه في كل جمعة مرتين تزور فيه هي ديما تمشي تحب تزوره وهي مربيته أمي هو الدغط يتوفيه أمي وحبت الثاني يعني جاء عسى خاطر كي العام عملت له عشاء عشاء يعني عملته نهارت لي مات هذا ولا بعد ما مات صدق عملته والصوت موش واضح سيموعز متقطع ياسر السوت لكن أنا اللي فهمت من سؤالك كون أختك الله يرحمه أولادها عندما توفى لهذا الطفل أربع سنين ونصف يعني هي تزور فيه يومين نهارين في الجمعة تمشي تزوره في المقبرة عشاء والجزء الثاني قلت كونه ديما في كل مرة تعمل يعني تلمي الناس وتعطيهم الأكل عشاء تعال لعشاء وفيه رمزان تعملوا صدق قال لليد الميت هذا لليد الميت الله يرحمه شوف سيموعز على كل حال بالنسبة لسؤالك زيارة المقابر يعني بالنسبة للمرأة جائزة هناك من قال أنها مكروهة وهناك من قال أنها جائزة بلا كراها مثل الحنفية لماذا؟ لأن الرسول السلام يقول كنت نهيتكم على زيارة القبور عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكروا بالآخرة إذن في الأول كان يعني ألاكم التكاثر حتى زورتم المقابر كنت نهيتكم في الماضي ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم زوروا المقابر ليس هناك خوف على العقيدة ليس هناك عبادة لهذه القبور ليس هناك تمسح بهذه الأضرحة ليس هناك شرك تم صفات العقيدة قالهم زوروه إيشني الفائدة؟ تذكروا بالآخرة لم يقول أنها تنفع الميت بقدر ما قال أنها هي نافعة للميت ولكنها نافعة للحي أكثر قال تذكروا بالآخرة بش أنت يا حي تذكر كونك يوما ما أنت مشروع ميت في يوم ما ستسكن هذه المقابر فتهدأ نفسك لا تظلم غيرك تعفو عن من ظلمك يعني تعطي من حرمك تقرب إلى ربك لا تفرط في جنبه هذه كل من الأمور التي تفيد الزائر أكثر من المزور بالنسبة للمزور كل إنسان أن يدعو له بالرحمة يدعو له بالمغفرة أن يدعو له أن الله سبحانه وتعالى يسكنه في رديس الجنان هذه كلها جائزة طيب الإكثار من هذا هناك من قال أن مثل القرطب في تفسيري وفهم التفسير فيها أحكام فقهية مثل تفسير ابن كثير لا مش تفسير ابن كثير ابن كثير يفسر بالقرآن أما القرطب مثلا تجد فيه في أحكام القرآن أو يعني تجد إشارات مثلا يقول كون هذه لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليه المساجدة والسرج هذه الزوارات سيغة فعالات فعالات مع معنى المبلغات تكثر من الزيارة فتخصيص يوم معين أو يومين معينين للزيارة هذا لا أنصحها به لا أنصحها به يعني يخشى أن يصبح وكأنه ما نقولش بدعة وإنما يعني ابتدعت شيء كون نديمة كل الاثنين وخميس نزور طيب هي تزور لا مانع من ذلك ولكن لا تكثر من هذا من حين لآخر يعني تزور بالنسبة لي الصدقة للميت نافعة إن شاء الله إذا كان هي أطعمة فقراء ومساكين يعني فقراء ومساكين ما يكونش ناس عندهم الماكلة وجيين يأكلوا غادي لا يكون ناس يستحقوا الصدقة ناس ما عندهمش الماكلة وهي أطعمت وقالت هذي آهبوا ثوابها إلى روح ابن المتوف يعني تصلوا إن شاء الله ولكن هذا الابن إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يعوضكم خير عمره أربع ما ليس عليه من خطيئة ولا جريرة بإذن الله مرفوع عليه القلم هو في الجنة إن شاء الله وهو يكون لوالديه فرطا ودخرا وهو الذي سيدخل أمه للجنة إذا صبرت واحتسبت فيعني الصدقة تتصدق وتاهبوا ثوابها إلى يعني الموتى المسلمين من والدها أو كذا أو الأحياء أو شيء فلذلك لأن عادة أصبي حتى في الدعاء في صلاة الجنازة يعني لا يقول لهم اغفر له ذنب لأنه ليس له ذنب وأن ما يصلى عليه مجاملة في والديه وأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية وأن يكون لوالديه ذخرا إن شاء الله ويقول لهم لا تفتن بعده ولا تحرمنا أجره فهذا ما أنصحوا به قل لها كونها زيارة تزور مثالش ولكن ما تكثرش منها وإطعام هذا مش تخصصش بكثر الإطعام لهذا الأمر وتنوي إذا كانت تطعب في فقراء والمساكين تنوي أن هذا الأمر صدق لها هي وبإذن الله هو مغفور ذنبه يعني لأنه مرفوع عليه القلم ولم يبلغ الحلم في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا فالق الحب والنوا ويا عالم السر والنجوة اعطي لكل واحد مننا في الخير ما طلب وقصد ونوا اللهم ارحم موتانا واشمرضانا وعاف مبتلانا واهدي الضال مننا ولا تجعلنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقدمتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في رعاية الله وحفظه دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة